اشتركوا في القناة وعشرين مقاتلا من بينهم عاطف محمد من فريق خالد بن حمد لفنون القتال المختلطة للمحترفين الذي جرى يوم أمس بصالة أرينا آيبك بمنينة الزايد الرياضية بحضور رئيس اتحاد القتال الشجاع ومجموعة من المهتمين بهذه الرياضة وسائل الإعلام العربية والعالمية وعرب سموه عن سعادته بما شهده من تحضيرات جادة من قبل المقاتلين والذي عكس حرصهم البالغ على تقديم أفضل المستويات مؤكدا سموه عن ثقته بأن تشهد البطولة الحالية مستوى قتالي عالي يسهم في إبراز وإنجاح هذا الحدث متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لجميع المشاركين بهذه المشاركة وأضاف سموه قائلا واثقون أن تحقق النسخة الرابعة من البطولة المزيد من النجاحات نظرا لاستعداد الكبير الذي شهدته لاحتضان هذه البطولة بفضل الرغبة الواضحة من الاتحاد الإماراتي الجوجيتسو للمساهمة في دعم نجاح هذا الحدث الذي يعكس حرص الاتحاد على تعزيز أواصر التعاون المشترك بينه وبين اتحاد القتال الشجاع المنبثق من منظمة خالد بن حمد وأشار سموه إلى أن الهدف المنشود في أن تواصل هذه البطولة جولتها في مختلف بلدان العالم مما يترجم رؤى وتوجيهات عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه في دعم سمعة البحرين دوليا والتعريف منجزاتها على مختلف الأصعدة وبخاصة في المجال الرياضي وأوضح سموه أن الجهود ستستمر للنهوض برياضة فنون القتال المختلط البحرينية بفضل دعم القيادة الرشيدة والخطة التطويرية التي رسمها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك الأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية والهادف لمواصلة التنمية الشاملة بقطاع الشباب والرياضة والذي يساهم في تحقيق المزيد من الإنجازات المشرفة بالمشاركات والبطولات المختلفة وفي ختام الفحص التقط المقاتلون صورة تذكارية عما سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بعدها قام سموه بتفقد موقع البطولة واطمأن على سير العمل وجهزية الموقع لاحتضان المواجهات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر لأن أهدافها عالمية اختارت العاصمة الإماراتية لمواصلة مشوار التميز في الفنون القتالية وبالفعل ظهرت البداية بصورة جمالية لتؤكد بأن القادم سيكون أكثر روعة وخيالية فشرار التحدي نسخة الرابعة من بطولة القتال الشجاع انطلقت في مراسم الفحص الرسمي للوزن الذي شهد حضورا وتفاعلا كبيرا من الجماهير والمقاتلين اليوم كان الوزن الرسمي للمقاتلين للتأكيد على جاهزيتهم لنشارك في البطولة وجميعهم اشتازوه بنجاح وبروح قتالية عالية تشير لقوة المنافسة غدا الهدف لبريف بسيط وهو نشر ثقافة رياضة فنون القتال المختلطة وتعزيز انتشارها على مستوى العالم واستقطاب جميع الجماهير والمقاتلين من مختلف بلدان القارات السب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رؤيته هي دعم للمقاتلين وحجز مكانه لمملكة البحرين بين دول العالم عن طريق هذه الرياضة التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة وكل ما تحقق من نجاحات في الأشهر الماضية كان سموه خلفها أنا شاركت قبل هالمرة ببريف وماشاء الله التنظيم ممتاز أشكر سمو الشيخ خالد على هالفرصة اللي عم يعطيناها حتى نثبت أنه فيه مقاتلين عربيين بقدر يوصلوا لأعلى المستويات والحمد لله التنظيم كان كثير منيح كل شيء ممنيح وأنا متحمس كثير لأقدم فايت كثير كبير ببريف فور ان شاء الله السرارات كانوا الحمد لله كويسة بدلت كل جهدي الحمد لله والآن مستعد إن شاء الله شيخ خالد عطى لكل الملاكمين فرصة محل وين يلاكمه الحمد لله يعني من ناحية الفرصة الإمكانيات والفرصة الآن الموجودة هنا في بريف أنه في الوطن العربي بيقوم بفايت اوغنزيشن زي هذا ما شاء الله هم موجودين في كل أنحاء العالم اللهم يأخذ كل واحد منه أمثال يكثر من أمثال ويكثر من هذه الأشياء نسخة تحمل العديد من المفاجآت هذا ما أكده المقاتلون من خلال النظرات التحدي التي رسمت على وجوههم والمفاجأة الأبرز التي ستحتضنها أبو ظبي هي ولادة أول بطل يحمل لقب وزن الرشا في البطولة ليس ذلك فحسب بل سيشارك 26 مقاتل من مختلف أنحاء العالم يمتازون بالقوة والمهارات العالية لتخطف بذلك البطولة الأنظار في ثاني المحطات الخارجية بعد مدينة كورتيبا البرازيلية لقد استطاعت الوصول حتى إلى مدينة كورتيبا مما يدل على سرعة انتشار بريف في العالم وأنا سعيدة جدا بهذه البطولة لأننا بحاجة إلى مثل هذه المبادرات التي تمنح فرصة للمقاتلين الجيدين وراء أهميتها عندي أن أنا لست تحت الاختبار فأنا بثبت أن أنا كوف وأنا عندي استداد ألعب أي فيتر في ميزان السبعة وسبعين أو السبعين إن شاء الله وطبعا بحترم كل فيتر في السبعين وسبعين بس أنا موجود وإن شاء الله هكسب بريف بشكل عام طبعا منظمة بنكهة عربية بحرانية بأسلوب وبشكل احترافي عالمي يعني أعتقد نهاية في خلال نهاية 2018 يمكن بتنافس UFC ومنظمات عالمية كبيرة جدا قطار بريف يقف في محطة ثانية خارجية لتخطو مملكة البحرين خطوة جديدة نحو التحليق في سماء العالمية وذلك من خلال إقامة أكبر وأضخم المحافل الرياضية حزم الشيخ لتلفزيون البحرين من مدينة أبوظبي الإماراتية